بفريق كبير وحبائه بالملايين في تونس وفي كل العالم ولو انه الملعب يهم التنسل كله نعطي بعض الاضاحات معناها من اللي جيت احنا اول حاجة عنا 22 وربعين مستشار في بلدي تسوسا وربما زميل المحترم المداخل معنا ما عمدوش على اعلن معنا بكل تطورات انا كرئيس لذة الشباب والرياضة بواكب المشروع وان شاء الله معناها نبعده على الاخبار وكونوا ايجابيين فهمتني بوا مش نقولوا فهماش مشاكل خلس لاب فهمها مشاكل توا مشاكل في الظروف الاستثنائية مشاكل حتى واحد ابني في داره عنده مشاكل فما برشا بحاجات تاقف تاقف لأمور مش نطورها وندخلوا فيها أمور دي يزم التدخلية تكون دايما ايجابية فهمتني بوا الاشغال الاشغال ملعب سوسا واقفة توقفت من من يوم 12 جوية دي بسبب معناها اشكال فما عدم خلاص مستحقات المهندسي وفما عقد تكميلي تعرفوا المشروع معناها القيمة متاعو معناها تغيرت قد يسم مرد معناها المشروع كان من سنين فهمتني نستنعو فيه ونظرا معناها للظروف معناها هذه الاستثنائية متاع الكوفيد اكساتير بانصار وقف ان شاء الله المشروع وان شاء الله فيه أقرب وقت نحب نطمن الأحبة ونطمن الجمهور الرياضي ونطمن كل الوخيان اللي الاشكاليات تحلت تحضلت المهندس المهندسين بالمناسبة معناها نشكرهم ونزيد معناها نشجعوهم ومعناها وقاعدين قايمين بدور كبير ياسر وقاعدين صابرين وقاعدين وتمضحين خاطر المهندسين إذا يمشو طلبوا مستحقاتهم عندهم عندهم ناس تخدم معهم وعندهم ظروف وعندهم مشاكل وبق ان شاء الله الأمور تحلت المستحقات كما تعرف فاتوية تعديت لوزارة التجهيز من وزارة السجل تول موجودة موزودة في وزارة الشباب والرياضة إن شاء الله في وزارة الشباب والرياضة في خلال أيام إن شاء الله يكونوا المستحقات يعني أن يكون في وصل لهم وإن شاء الله نطمننا الوخيان والرياضيين لكل إكتوني قال لي معناها المشروع الأشغال مش ترجع يعني في خلال أيام أقول في خلال غير آخر ما يكون مكتعرف ودخلين في عطلة العيد وفما معناها ناس يعني يخدمو وموش من هنا ويسكنوا بعيد والمقاور راه قاعد قاعد مجهود جبار وكل يوم يتعدى والاشغال تكون واقفة يخسارها للناس الكليكية ان شاء الله في اخر اقصى ما يكون بعد العيد ترجع الاشغال كما يلزم وتو المشروع اعطيك فكرة على المشروع والصل توى 45% من الانجاز والحقيقة فرمنا كل الاطراف المداخلة عاطية اهمية كبيرة للمشروع من وزارة شباب والرياضة من وزارة التجهيز من المقاول من المهانسين من كل خيان والجهود متضافرة بلد يتسوسة سيد رئيس بلد يتسوسة عاطي اهمية كبيرة للمشروع وانتبعوا فيه وفهم اشكاليات ان شاء الله نكونوا دايما نكونوا ايجابيين وفهم حتى حد بمعناها هيحط عصاف العجلة ولا مش المشروع هذا كيما نقول مشروع للدولة التونسية لبلادنا اه نكون وطنيين المشروع هذا مش للمدينة سوسة مش لليتوار والكيب ناسيونال والجمعات الاخرين كيما نفرحه وقت اللي يفهم مشروع انجاز رياضي في السفاقس وفي بنزارة وفي تونس وفي سوسة لازم هذين تتضافر كل الجهود ونكونوا ايجابيين فهمتي والمشاكل معروفة انت تتعاونوا الناس الكلي اما نحب نقولوا بالمناسبة نشكر كل الوخيان من ممثلين حتى بوزارة التجهيز التابعة في المشروع من ممثل المكاحة وزارة شباب والرياضة سيد المقابل المهندسين كل الاطراف مغيما اخص حتى حد معناها على تضحيات وفهم تضحيات وفهم ناسه واذا معناها ما فهمش معناها فهم اولويات في الدولة توا تعرف الظروف كما نعاوا الظروف الاستثنائية اللي تمر في البلاد المشروع الميزانية بتاعها مرصودة فهم بعض اشكاليات ان شاء الله نتجاوزوها ولكن ما فهم حتى شخص يكون مش يحط المشروع ولا ديما نفكر وإيجابيين وان شاء الله بياذن الله معناها نوصل مش نعمله معناها ملعب معناها في قيمة النجم الرئيس ساحلي في قيمة تونس في قيمة تونس خاصة لخطر ملعب هذا كي تدور مباراة معناها مش العالم الكل مش يتفرج فيها نجم الساحلي معناها في في موقف عالميا معناها يستاهل باش يكون يكون عنده ملعب معناها في منتراز عالي كي منعرف الكل شعرين بالمسؤولية شعرين مسؤولية لحباء لحباء قوالين معناها معنا ش اه الفريق متاحهم عندهم مش ملعب طول نجم الساحلي معنا fora فريق وحسن به. ان شاء الله في اقرب وقت. نطمن لو خيان قال لي المشروع ان شاء الله في اخر شهر جوان. يكون جاهز. اه المقاول قاعد معناها يقايم حتى في بعض الحياة. اكثر في الوقت. في مثل وخيان لكل كاي قاعدين نقوموا باجتماعيات معناها دورية. كل الاطراف قاعدين معناها حسين بالمسؤولية. نطمن لو خيان لكل كاي. نعرف مشروع للانين الكل عليه. نحاولوا في في وسائل اعلان. ما نبدأوش ديما نقول الوذاية وهذا. معناها بالعكس نكونوا ايجابيين. وان شاء الله بإذن الله المشروع يكون مشروع معناها دولي. هو مشروع وطني لكل الدولة لكل تونس. وليكيب ناسيونار يجي تلعب فيه. ولي الفرق الاخرينة. ومعناها في قيمة اه تونس وفي قيمة خاصة النجمة الساحري اللي يستاهل نجمة الساحري. معناها من تاريخه ومن القاب ويستاهل باش يكون عنده عنده ملعب معناها اه دولي وملعب اه في اه في احسن ما يكون. فهمتني. فضل الخويس. ليه كان عندك اه سؤالات اخرى تقيقة فضل على ذلك. هيك رئيس لاجب الشباب والرياضة. ومعناها بفرصة ماذا بينا ديما ناخدوا الاخبار من الاصل. معناها فما مهندسين معناها على ذمة المشروع. فما نقاول. فما رئيس لاجب الشباب والرياضة. فما فما آآ مدال البلدية. معناها كل واحد. ماذا بينا معناها ديما الاخبار تكون صحيحة. سيخ مايز. ونكونوا ايجابيين. ايجابيين باش نوصلوا نحقوا. معناها الحلم هذا حلم الاحلام للرياضة التونسية خطر اه بتوال تستاهبش يكون عندها ملعبك خيرا. طب اخوي اسلام كان عندك بعض الاساحات ولا السؤالية على ذلك. اذا كان طبعا كلمة سيخ مايز عاودتها بأس شملات نكونوا ايجابيين. اي مهم نكونوا ايجابيين. لكن مهم ايضا ايضا نقوله اذا كان في مشاكل نقوله موجودة مشاكل باش نعالجوها معناها ذات. شوف اخوي اسلام. نقول قلت ايجابيين بو. حتى مشاكل ما نزيدوش نحاول ونلقاوا الحلول. احسن. هذه المشاكل تكون في عائلة. ديما نعاود نقول احنا حاليا وخاصة وخاصة نقول لك ايجابيين وخاصة نخرجوا السياسة من الرياضة. بربي معناها هذه نداء لكل الرياضيين لكل القاطع عندنا الرياضة. رأي الرياضة في تونس عندها معناها تعرفوا. الرياضة معناها في تونس ما نعرش الشباب يحب كورة القدم. نحب الرياضة بصفة عامة. تونس يزم في المحافل الدولية تونس قاعدة تتعرف وقاعدة يكون عندها اشهار بالرياضة. ماذا بينا نبعدوا على التجربة السياسية ونخليوا الرياضة واحدة. اللي حبيت اننا نقول لك ونجاوب عليك. اه نجاوبك. باش قول فان مش مشاكل توا شوف اه اخويا سليل. توا مثلا فما ناس فما عمارات قاعدة واقفة. فما ديما نعاود ونقول صارت حاجات. فما دولة معناها الدولة فهمنا ما نجدبوش على رويحنا. عنا وطنيين وتونسين. عنا مشاكل في الدولة. عنا عنا تعرف المشروع ذي وكبوك قدش من وزير شباب والرياضة. والكلهم معناها بالمرياس ما نصحوا وقاموا بالمجهود وقاولوا معناها 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 سليزا شرف الدين قاعد عاطي هانمية كبيرة للمشروع او قاعد معناها حارس. اه نقول ديما نعاود نقول ايجابي. مش من حبة مثلا نحاول نبدأهم نقش عهر ودرشنوا وما خلصوه مش. اذا ما خلصوش طو مثلا زي مدير عام التجهيز نعاود مسكين اللي هو معناها اه مش مش منجيبه مش يعطي الفلوس ولا الدولة. فما فما اولويات الدولة. القيمة يقول لك القيمة بها. حتى لوخي المهنسين ديابة اولوية. ايضا. لديهم الحق. عندهم ثقة. سيخ معيز need aca было in a2a mys. سيخ معيز تسمع فيها انك في الكلمة استفزني قلي يقول لك فيما اولويات هاني نشوف ديابة اولوية راه اذا كانشوف اولويات هاني اسمعني خوانك اولاوية صفحة عامة والااويات تسمعني وسيخingس لجملini مخاش مشروع. estimates mes اللي كيات معناها ماتت فيها عائلات ومش نعملوا معناها الطريقة ذاة مش نعاوضوا هاني أولوية الحقيقة من مش نكمل المشروع متاع أستاذ أستاذ اللي مش يوخر 15 يوم ولا شهر وإلا عندي مثلا آليات ولا دوئة مش نجيبوا أذيالهم أذيالهم أذيال شنقول هاني يقول ما فمش تقصير نظن ما فمش تقصير من أي طرف مش المشروع معناها المشروع يقف كتير إشكاليات نجاوزوها نوسعوا بنا لأبعضنا نحاولوا أذيالهم يمثوروا خيال كل كيات الداخل مش ما تحبش التشنج والواحد وكنت دايما بالتصار معناها هم كثير مهندسين معناها سعاد الحيدر اللي هو معناها هو معناها من ضحي وهو اللي معناها اللي تضر برشا بالحيد ذو مضوع جات ظروف جات ظروف كما قلتك استثنائية عنده هو معناها الواحدة معناها الظروف المادية عنده وعنده خدامة نحاولوا ديما شنقول الكلمة نرجع الكلمة الإيجابية ما نحاولوش ديما في المنابر وستاد وستاد ونس كليك وستاد صارت كما واحد فمه إمارات واقفة فمه ناس قاعدة تبني في ديارها توا ووقفت معناها الظروف معينة نجم الكريديما جيشي ولا وخر عليه ولا الأمور المادية ما تسمحلوش نجم يقف شوية ولكن قال لي نحب نقوله قال لي ناس الكل شعر بالمسئولية كل الأطراف شعر المسئولية وإن شاء الله نقوله بإذن الله نوصله معناها النتيجة الطيبة نوصله الملعب معناها في في أحلى معناها في ملعب معناها دولي ملعب عالميا يكون عالمين ونظن هذا يمكسب لكل الرياضيين في تونس لكن نعاود ليس ملعب النجمة للسعلي ليس ملعب تونس ليس ملعب تونس وإن شاء الله نصله فكريم السيخ مايس لا تستطيع أن تسمع فيها برامورك ستقع علي أن نحكي و أنت تحكي في الوقت لا تستطيع أن نكمل الجملة لا تستطيع أن نكمل الجملة بخصوص الرياضة قلت لك و قلت لك لها أولوية خطر الرياضة تتخدم في برشة قطاعات سواء ملاعبية و أطباء و ألا مسيرين و ألا وطل و ألا حاول نقتل أن تجاوزوها نحب نختم معك بأن نكونوا إيجابين كما تقول أنت و لا تستقنف الأشغال و لا تستطيع أن يحضر ملاعب إن شاء الله يكون جاهز لا تستطيع أن تستطيع أن تكون في التدخل نحن بعد العيد إن شاء الله لا تستطيع أن نعود لك باختصار المشكلة لعلاقة التكميلي للمهندسين هذا حدث وقع المشكل الثاني هو خلاص المستحقات فيها روتار كبير هذا حدث الفلوس خرط من وزارة التجهيز معناها بالإذن حبيت أنقل لك في وزارة الشباب والرياضة في خلال أيام الفلوس إن شاء الله موضوع الفلوس ما عاش نعملو عليه في خلال أيام وكما قتلك معناها نظرا العطلة عيد الأفحة والعطلة اللي مش تجيه إن شاء الله إذا مش قبل العيد آخر ما يكون بعد العيد الكبير إن شاء الله الأشغال معناها ترجع وبصفة حسيسة وإن شاء الله بالنسبة للمشروع إن شاء الله من لول قلنا آآ يوفى في آخر شهر ستة ومالجري معناها قعدنا على المدة هذيكة معناها مالجريك اللي صار متاع ثلاثة شهور ما يكونش روتار ما هوش مش يكون في سبتمبر إن شاء الله يكون في شهر ستة وإلا في آخر ما يكون إن شاء الله في شهر سبعة ولا يكونش فما معناها كيما تعرف حسب آآ تعرف كل آآ الحاجيات اللي كل معناها تكون مستوردة فما حاجات يمكن فيها خلال شهر ستة سبعة يكون المنعة جاهز بإذن الله مؤكد معناها هذا معناها مانتهوج أنت ما يكون يفوت شك سمعه شوف نقول لك مؤكد إن شاء الله حسب معناها اللي نشوف فيه كيما قلت لك المقاول بالمناسبة قلت لك قاعد معناها مقاول قاعد معناها يفي فوبوكو دافانس يقدم معناها في الواقع المشروع حصل الخمسة وربعين في المائة من الجاز المتاوي بقاوا خمسة معناها بقاوا بتعرف الفينيسيون ديما واحد تاول آآ البنية لكل كان إن شاء الله معناها اللوج آآ البلوز كيبروا معناها التعشرين والقرادان كل معناها إن شاء الله بإذن الله في خلال شهرية ثلاثة شهور بنايق في تاقة تبدأ الويسينوية وندخلوا في الإضاءة في الإضاءة أو في الصبوة صبوة صبوة الديانة عن دخلوه في الجازان خاصة الملعب كما قلت لك الملعب مش نحاوله فما دي فيرانس مش نحاوله الملعب الملعب المعاشم مش يكون أول ملعب في تونس بسيستام هذا الجديد اللي هو إبريت هذا السيستام اللي يكون آآ واضح سيكما يصوات إصطناعي معناها عشب إصطناعي وعشب طبيعي أداة ديو معناها يحمل أكثر يحمل أكثر ونكونوا نجموا آآ تصير فيه معناها في اليوم حتى مبارتين ولا أثنين آآ بذراً للتقصد لدينا في تونس في الصيف معناها في الصيف نحاول إن شاء الله إن شاء الله منشحوا في المشروع إن شاء الله بإذن الله واضح شكراً لك سيخ بايس على كل هذه التفاصيل توتسويت لديكم فدوى تركي في الأخبار